عاد الحديث داخل الأروقة الأمريكية عن إرسال أسلحة بعيدة المدى إلى أوكرانيا، لكن البحث يتأرجح بين خيارات محدودة. البداية مع صواريخ أرض أرض من نوع أتاكامز MGM-140 التي يصل مدها إلى 300 كم في حده الأقصى، ويمكن إطلاقها من خلال راجمة الصواريخ M-142 هيمارس. ويبحث الأمريكيون أيضاً في إرسال قاذفات القنبلة ذات القطر الصغير التي يتم إطلاقها من الأرض، وهي ذخيرة دقيقة بعيدة المدى، ويمكن أن يصل مداها إلى 150 كم، كما تتمتع بدقة عالية على إصابة الهدف من زوايا مختلفة. وعلى هامش الأسلحة بعيدة المدى، برز عرض من صانع الأسلحة الأمريكي جنرال أوتوميكس ببيع الحكومة الأوكرانية طائرتين من دون طيار من طراز ريبر MQ-9 مقابل دولار واحد، وفق صحيفة وولستريت جورنال. في سبتمبر الماضي أعلنت الولايات المتحدة لأول مرة أنها تدرس قرار تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى، لكن رد الفعل الروسي كان صارماً، ورأت موسكو أن ذلك سيشكل تورطاً أمريكياً مباشراً في الأزمة، وحذرت روسيا من أن إمداد أوكرانيا بالصواريخ بعيدة المدى خط أحمر. تراجعت واشنطن عن القرار، وذلك بعد نصائح قدمها مسؤولنا في البنتاجون بشأن مخاوفهم من إمكانية استخدام تلك الصواريخ ضد أهداف داخل الأراضي الروسية أو في شبه جزيرة القرم، مما قد يشكل استفزازاً كبيراً ويؤدي إلى اندلاع حرب أوسع مع روسيا، أمر يرجح تكراره نظراً لأن شيئاً لم يتغير لا في التحذيرات الروسية ولا في المخاوف الدفاعية الأمريكية.